إذن مشاهدين الكرام بالتأكيد كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة في كل لقاء ربما اجتمع فيه مع الآباء والأمهات اعطوا الحنان لأبنائكم قدموا لهم الحنان الاهتمام هذا الأمر جدا مهم يغني الأسرة والمجتمع عن أمور كثيرة جدا هي بغنى عنها فبالتالي اهتموا بعيالكم اعطوهم الحنان اعطوهم التربية اللي يستحقونها اعطوهم البيئة التي تخرج لنا في هذا المجتمع وفي هذا الوطن ما يساعد في تنمية المجتمع ودفع عجلة التنمية في أوطانكم ومجتمعاتكم أما الآن مشاهدين الكرام نذهب معكم إلى موضوع آخر يعد ديكور الخشبي الداخلي للمنازل في المنطقة من الديكورات المعاصرة والمحببة لدى الكثيرين لما تضيفه من جماليات على المنزل للتعرف أكثر نتابع معكم التقرير الآتي الخشب في المنزل يمنحه طابعا رائعا إذ ينساب مع الطابع الكلاسيكي والعصري ويضفي لمسة دافئة وأنيقة لمساحات المنزل ويتكيف مع مختلف أنماط التصميم الداخلي الخشب في الديكور الداخلي يتميز بخلوه من العقد وبعمره الزمني الطويل إضافة إلى مقاومته الجيدة للرطوبة ومرونته ومتانته تجعلان استخدامه في الديكور الداخلي محببا عند ذكر أنواع الخشب في الديكور لا بد من الحديث عن الخشب الصناعي الذي بات يستخدم بكثرة في السنوات الأخيرة في عالم التصميم الداخلي وصناعة الأثاث المنزلي ويندرج الخشب الصناعي ضمن مجموعة المواد التي يصنعها الإنسان من أجل البناء ويعد بديلا جيدا لمختلف أنواع الخشب الطبيعي ومن الديكور مشاهدين الكرام بالتأكيد نذهب معكم إلى موضوع آخر يتحدث عن المسئولية المجتمعية يعد التعاون مع المجتمع والمساهمة في أولويات الدولة ومؤسساتها من أهم مبادئ المشاركة المجتمعية لذلك سيدور الحديث اليوم حول مشاركة مستشارين متمكنين من مساعدة هذه المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية على تطوير ممارساتها للمسئولية المجتمعية وهذا وفقا للأطر المعرفية والعلمية والمعتبرة لتسهيل قياس تأثيرها الإيجابي على المجتمع وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بمستشار التخطيط الاستراتيجي الأستاذ أحمد المحمود يا مرحبا بك وصبحك الله بخير يا مرحبا بخير يا مرحبا بخير يا أكل الله كيف حالكم إن شاء الله يطول لي بأمرك حديث جدا مهم لموضوع لربما غير مستهلك في كثير من أنقاشات وجلسات الحوار فبالتالي نتحدث عن دور المستشارين في المسئولية المجتمعية هذا الموضوع لا أعتقد يحتاج إلى وقفة والله والحالة صراحة مو بس وقفة وقفات كثيرة لأن حتى لو تلاحظ بالنسبة للمشاركة المجتمعية ما زالت ما هي متأصلة كثير بالنسبة لنقل الخبرات لو تلاحظ معظم الخبراء نفسهم ما عندهم مشاركة مجتمعية واضحة اليوم نحن عنده مجتمعنا صغير فالناس اللي حتى بعد عددهم في عملية المشاركة المجتمعية بالنسبة للمشاركة المجتمعية معروفين وما عندهم يعني أصابع وذلك فينا القصور صراحة كبير وهذا يأكد فيناك جانبين طبعا ما فيناك توعية داخلي حق الخبراء أنهم يشاركون وأيضا فيناك المؤسسات لا تحفزهم صحيح وهذه مشكلة كبيرة يعني اختلفت الأسباب في هذا الموضوع طبعا أنت في عندك جانبين يعني أنت في الموضوع هذا ليش؟ لأن نحن معظم اللي حن نشوفه تكدس الخبراء خلف المكاتب وعدم نقل المعرفة حق المجتمع أو حتى نقل حتى المساهمة اللي لازم هم يساهمون فيها ممتاز طيب سال أحمد عندما نتحدث عن هذا الأمر وهذا الموضوع فنحن إن شاء الله سنشير إلى بعض النقاط التي من شأنها أن توضح دور المستشارين أصحاب الخبرة في تقديم هذه المساهمة المجتمعية لمجتمعاتهم ولأوطانهم كذلك فعندما نتحدث عن دور هؤلاء الأشخاص فنحن نتحدث عن أشخاص عاديين وعندما نتحدث عن أشخاص لهم خبرة واسعة في هذا المجال فعندما يقدمون هذه المساعدة فهم يقدمون لربما خطوة نحو الأمام في هذه المؤسسات أو في هذه المجتمعات أو في هذه الأوطان فبالتالي ما مدى مشاركة المستشارين في المسؤولية المجتمعية بوجهة نظرك؟ والله أنا أشوفها صراحة فينا قصور كثيرة أنت في عندك الله يسمى مؤسسات مجتمعية قاعدة تحاول تجيب الخبراء صراحة وفي منهم طبعا يكون صريحين فيناك منهم يطلب بعض يقول لك مبالب الحمد لله إحنا مع الوقت فترة دائما طويلة تعلمنا أن يجب أنك أنت يكون عندك رد الجميل والاعتبار لهذا البلال ممتاز وذات زي حق دولتنا وذات حق المجتمع ترى محتاج مشكلتنا نقل يعني إحنا نقول نقل المعرفة من الخبراء للمجتمع يعني يعني ممحصلة الفعالية اللي إحنا نشوفها وين هم اللي هم أصحاب الخبرات يعني في المحاسبة المالية وين هم أصحاب الخبرات في يعني في يعني إحنا نقول جميع التخصصات نادر رحنا ما نشوف ومعظم ترى المواضيع أنت حتى تلاحظه يعني عامة ما في هناك نقل حق المواضيع التخصصية صحيح لأن اليوم شباب إنها ترى مجتمعنا ترى محتاج أنت يا خبير أنت عندك معرفة جدا جميلة لماذا لا تساهم لماذا لا أنك أنت تشارك أنت هذا المجتمع حتى يعني حتى تلاحظ دعواتهم يا اللي هو يخاف أو أن ما يبغي أو أن الشركة نفسها ما قاعدة تحافظه ممتاز المؤسسة نفسها هي ما قاعدة تحافظه فعلا في بعض المؤسسات على ما أعتقد هذا يعتمد على الإدارة وكيف توجه الموضوع يعني أنا أتكلم برسان البعض من لا يريد نقل الخبرة من المتخصصين والمستشارين سيد أحمد البعض يقول لك أنك تسبت هذه الخبرة بسنوات طويلة جدا صحيح بيعطيها لشخص في فترة بسيطة بأشهر أو في سنة يعني هذا يقول لك أمر حتى مجحفي في حقي طبعا كيف تردع لهذا الأمر نحن دائمنا نقول بما أنك أنت ولدت في هذا المجتمع وأخذت ونهلت من هذا المجتمع المطلوب منك يا أخي ساعة أو مجموعة من الساعات المجتمعية يعني أنك تنقلها لهم هذا رقم واحد احتياج الشباب اليوم بالذات اليوم ترى الباحثين عن العمل لنقل خبرة كلمة قد تنقذ إنسان كلمة قد تنجح إنسان زيان فدائما بعد نقول لماذا لا تساهم بعد نرجع ونقول يجب أن يكون فيه هناك سياسات ومنهجيات تتيود الخبراء اللي عندك في كل الدوار مو بس الحكومية عندك ترى الخاصة وتفعل سياسة العمل المجتمعي اللي لا يهترم أشرات عالمية اليوم ما شاء الله عندنا شباب عندهم المشاركات التطوعية إذا شباب صغار قاعدين هم يشاركون ويوقفون الله يعينهم في الشمس ويشاركوا بفعل أنت يا خبيل ليش ما تشارك نعم زيان فأيضا أنت عندك ترى الحافز أيضا دائما نحن نقول إذا هو ما تولد الحافز من الجهتين من الذات طبعا فينا خوف كبير يقولك والله لو هم خذوا من عندي يمكن باشر يقول لي مع السلام نعم زيان نحن نقول دائما وحده يقولك من مبادئ السعادة هو العطاء يعني سلام العطاء يعني ما فيه هناك يعني يقولك أجبل من العطاء ما بناك أجبل من نييك واحد بعد شمسة يقولك إذاك الله خير أنا كنت حاضر معاك محاضرة يعني وسوت لي نقلة نوعية وصارت لنا هذه يمكن يعني ما يقاربه وقت 18 سنة عندنا اليوم شباب وكذا مكانهم يحضرون معانا يمكن كلمة صحتهم كلمة وعتهم كلمة ساعدتهم اليوم ترى يعني يعني اليوم ترى معظم الشباب اللي كانوا يحضرون معانا ما شاء الله اليوم ترى مسكي مناصب طبعا بسبب هذه المحاضرات المجتمعية فإحنا نقول لماذا لا تنقل الخبرة صحيح مثل اللي يكتشف دواء اللي يكافينا الشهر مرض معين ويقتصر على نفسه نقول لا ما راح أعطيك البصبة ولا راح أخليك تتعالج بالضبط يعني يعني ليش إحنا ما يكون هذا الشعر عندنا يكون دائما الطابع عندنا لازم احتفظ بكل المعلومات لنفسه ممتاز طيب هل هذه ممكن تكون أسباب مقنعة لعزوف أصحاب الخبرة عن المسؤولية المجتمعية سيد أحمد؟ طبعا يعني شوف رقم واحد الشخص اللي هو متمكن ما راح يخاف من نقل معرفته ليش؟ تميل لأنه سيجدد دائما طبعا فاللي تلقاه أنت متجدد ممزين؟ واثق من نفسه واثق من نفسه وذلك كل مرة يطلع أنت راح تلقازه في كل محفل في كل مكان نحن دائما نقول ترى هذين لا ترى أيضا يشكلون قدوات للناس باتر في المجتمع وكثير منهم يقول لك والله احنا والله تعلمنا منك أنت والله قدوتنا في الحياة يعني لماذا احنا لا نصنع القدوات؟ إذا كان هذا العدد قليل معناته القدوات عندنا ترى بالمجتمع وقت قليلة هل تذكر منهم حد؟ قليل منهم ما تذكر وإذا كان نحن نقول دائما العيب في عمية المشاركة فهذا اللي احنا بندور عليه أيضا نرجع ونرجع نزحك نفس النقطة إذا ما تساعدك المؤسسة أيضا ودعم قياداتنا أنه في هناك خلنا نكون صريحين بعضهم يقول لك ليش تشارك أنت المجتمع جاب الشغلك أحسن نكون صريحين طيب يعني هذا صار لفوق 25 سنة قاعد على المكتب ما آن للأوان أنه يعطي للمجتمع لو حتى بساعة يعطي شاب الحين فرصة بعد لو حتى بساعة ما يصير فهني إحنا دائما نحن نحفز هذا هذا رقم واحد اثنين بالنسبة حق عندك يعني كيف رئيسهم بالنسبة حق دي يعني كثرة الجمعيات أيضا الجمعيات بعد عليها ترى مسؤولية التواصل عندك مع الخبراء بالنسبة حق الجمعيات صار صعب أنت تقصد الجمعيات ذات النفع العام؟ أيوة ذات النفع العام اللي هي دائما تسوي هذه المحاضرات أنزين التواصل بعد يعني يصير صعب زي بالنسبة لهم والوصول للخبير هذا يعني يقول لك يعني يا دوب من ألف اتصال له طبعا فهذا بعد عندك يعاق ثاني أيضا صحيح طيب يعني أعتقد مشكلة وبتأكيد لها حل طبعا الحل بوجهة نظرك الحل بعد أن يقول أنت في عندك شغلتين يجب من جماعة دوائر الموارد البشرية اللي داخله هي في المؤسسات تضع سياسات وتحط أيضا مؤشرات للحمل المجتمعي جميل وتستقطب هؤلاء المستشارين والمتخصصين في هذه المجالات مو بس جديد تحط لها ساعات معينة كم خبير عندي في هذه المؤسسة سبعة إذن معنات عليك أنك أنت تعطي ثلاثين ساعة في السنة قد حق المجتمع ونفس قسام الموارد البشرية وهذه اللي بعد عليهم قصورها وقياس نتائجة بعد السادة أحمد شي جدا هي طبعا نحن دائما نقول كم محاضرة مجتمعية أنت يا دائرة وأنت حتى يا قطاع خاص شاركت فيها تلاحظ فيناك عدد قليل فيناك بعض الدوار ما شاء الله عندك متميزين زي نفسنادي السيدات وغيرهم ما شاء الله يعطون محاضرة حق المجتمع يعني شون بشكل غير عادي جمعيات النهضة النسائية لا من يطلبوننا صراحة هذه الجمعيات التي تشتغل لكن أنا بعدها أبغي دائما أن أقول يلي أنتوا الموظفين بالموارد البشرية بالأقسام الداخلية إذا أنت ما حطيت سياسة ولا حطيت مؤشر ولا أنك أنت استطعت أنك تبرد اسم الدائرة مجتمعيا هذا معناته فينا خلال كبير طبع هذا رقم واحد اثنين يجب على قيادات المؤسسة يخي خلي يطلع في مقابلة تلفزيونية شو المشكلة صح خلي يطلع في الجريدة شو المشكلة تفي عندك بعد عامل ثاني هذا التخوف عندك مشكلة بعد أيضا أحب الظهور يعني أعتقد ممكن يكون له سبب من الأسباب طبعا ليش لأن دائما نقول ما شاء الله الدولة عندها صار التحرر من ناحية القوانين قاعدة تحاول تخلي القوانين مرنة مثل ما صارت في بعض القوانين قبل يقول لك ما يصير شخص إذا كان شغال في بعض القطاعات حكومية أن يكون عنده في عملها الخاص اليوم بالعكس يفاتح المجال هذا نعم زين فنفس الشيء على العمل ترى المجتمعي نعم زين لازم نشير الخوف حتى من الخبراء اللي حابين هم يظهرون نعم زين ليش تمنعه بعد نرجع لقيادات المؤسسات أو حتى رؤساء الأقسام اللي قاعدين هم يمنعون الخبراء حتى من الظهور يخاف يطلع له في خبر تلفزيوني أو أنه يخاف يطلع في جريدة بالعكس يعني أنت ظهورك من هذه الدائرة وظهورك باسم المؤسسة سيبرز اسم المؤسسة ويبرز اسم قيادتها ويعطي دائما انطباع عاما أن هذه الدائرة مساهمة للمجتمع يرفض المجتمع دائما بأصحاب الخبرة طبعا وباتر يقول لك والله يزاهر الله خير والله الدائرة الفلانية قاعدة يبدلنا مثل هالخبير قاعدة يساعد الناس فإحنا لازم نبحث عن هذا أيضا ولكن كلمة حق السادة أحمد فيما يخص دائرة المواردة البشرية في مارة الشارقة دائما ما تقدم صراحة دورات وتستقبل ما عليها كلام صراحة ومتخصصين في مجالات عدة يعني قبل قليل في فقرة الصحف المحلية نعم قرأنا خبر يخص دائرة المواردة البشرية في الشارقة وكانت تؤهل من طبعا المواطنين من القطاع المصرفي راح توضحه إن شاء الله لكي القطاع المصرفي فهذا أمر يشكرون عليه أمانة على الجهود اللي يقدمونها في هذا الشارق طبعا أنا مع جماعة دائرة الموارد البشرية من أكثر من 12 سنة ما شاء الله يعني أنا دخلت شوي كان عمري شوي أصغر دائرة الموارد البشرية نحن دائما نتقدم لها بكل الشكر والعرفان لأنها تقدم خدمة مجتمعية طبعا يتيم لك أقوى المحاضرين صحيح وتقيمهم بشدة ترى شديدين في التقييم طبعا أي شكو على المحاضر عاطوا يقولك والله هذا رقم واحد القيادة صراحة بسعطة رقم الخادم والأخوة هناك يعني أستاذ عبدالله الزعابي والأستاذ عبدالله مشوه ما شاء الله عليهم يحرصون دائما أنهما ييبون دائما والله تعالوا يعني كيف يا محاضرين من زمن حكومة الشاردة تحالوا تعطوا أو ساعات يشوفونك حتى ساعات بالصدفة والله يقولون لك أو حتى هم زين يتواصلون معك دائرة المهات البشرية أنا بالنسبة لي دائرة رائدة تقدم تقدم الخدمة المجتمعية اللي هي اليوم حتى حق الباحثين اليوم ما في دول كثيرة يعتركز على الباحثين من العمل يقولوا ليش أنا قاعد خسر عليهم وفوكل هذا حتى من ميزانياتهم الخاصة يا سلام شوف كيف هذا هو العطاء الحقيقي فعلا والله فعلا هذا هو العطاء الحقيقي أنت تتصور اليوم أنت باتر أنت من تتخرج من الثانوية العامة دائرة الموارد يقول لك تعال قدم ورح تاخد دور نحن يوم أعطينا دورات من الباحثين معهم ما في هناك حديثة وجدة إلا ما قل صحيح فهذا الجهد واضح صراحة جميل جهدتنا مشكورين عليه صراحة دوان بس بعد أننا نقول الأقسام الداخلية للمؤسسات الموارد البشرية المسؤولية عليهم هم أيضا صحيح فهي مسؤولية على ما أعتقد مشتركة ما بين الخبراء القادة والمسؤولين في هذه المؤسسات لهم اشتراك في تقديم هذه المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه لكي يردوا الجميل لهذا الوطن اللي ما قدم لهم في كثير من المواقف أنا سعيد جدا في هذا الحوار شكرا لك ساد أحمد قدمت لنا موضوع جدا مهم وجديد لربما أشرنا فيه إلى جانب جدا مهم من المستشارين والمتخصصين في هذا الشأن فشكرا لك والحديثك جدا رائع نحن نقول كلمة بس أخير نحن نقول يعني وهذا يمكن بعد نصيحها زي حق كل الخبراء والله لو كان بيدي ما تركت مواطن الباحث منهم واللي شغال في وظيفة إلا وإني دربته يا سلام ما تركتهم لأن التدريب مهمة إنسانية وعطاء طبعا طبعا وإنت شاء الله رائع في هذا العمل المجتمعي وهذه المسؤولية المجتمعية في نقلها ونقل خبرتك في السنوات الطويلة الماضية فنشكرك سيد أحمد الله يحفظكم إن شاء الله وشكرا لكم بلدعوتنا في صباح الشرق الله يعافيكم إن شاء الله شكرا ووصول لكم الله يحفظكم مشكورين إذن مشاهدين الكرام إلى هنا نصل معكم إلى الختام وفي الختام تقبلوا منا هذا السلام وهذه التحية إلى لقاء آخر غدا بإذن الله بنفس التوقيت وإلى ذاك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته مع السلام اشتركوا في القناة